لم يعد فوز تحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير الخارجية السابق اليمين المتطرف فيكدور ليبرمان في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المبكرة في الثاني والعشرين من هذا الشهر محل أدنى شك وبحسب استطلاعات الرأي فإن التكتل الليكود وإسرائيل بيتنا سيحصد ما بين خمسة وثلاثين وسبعة وثلاثين مقعدا من أصل مائة وعشرين مقعدا في الكنيست هذا التحالف لدى تشكيله في شهر اكتوبر الماضي كان متوقعا له الظفر بما لا يقل عن ثلاثة واربعين مقعدا وهذا التراجع في نوايا تصويت ناخبي لمين مرده دخول مرشح جديد إلى الساحة الانتخابية إنه المستوتر السابق والرئيس السابق لمكتب نتنياهو المليونير نفتالي بينيت الذي يدعو حزبه البيت اليهودي إلى ضم جزء من الضفة الغربي المحتلة والذي تضعه استطلاعات الرأي في المرتبة الثانية بثمانية عشر مقعدا كما أن نتنياهو يواجه تحديات أحزاب الوسط واليسار فقد حاولت وزيرة الخارجي الأسبق سيب ليفني لكن دون جدوى حتى الآن تشكيل لائحة تتكون من حزبها الوسطي ومن الحزب العمالي ومن الحزب الوسطي ياش أتيد بزعامة الصحاف يائير لبيد لائحة قد تفوز بأكثر من أربعين مقعدا إلا أن زعيم الحزب العمالي الصحافي السابق شيلي ياشيموفيتش رفض الانضمام إلى هذه اللائحة لرفضه استراتيجية تسيب ليفني التي ترى أنه في حال هزيمة كتلة الوسط واليسار في الانتخابات فإن هذه الكتلة يمكنها المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو لسد الطريق أمام الأحزاب الدينية وحزب البيت اليهودي بزعامة بنت وفي إسرائيل يصوت الناخبون للائحة في البرلمان ويكلف رئيس الدولة زعيم الكتلة الفائزة بأكبر عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة ولم يسبق أن فازت لائحة لوحدها بالانتخابات التشريعية وهو ما لن تشذ عنه على الأرجح الانتخابات المقبلة المقررة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي اشتركوا في القناة